بسم الله الرحمن الرحيم صلاة التطوع التطوع في اللغة يطلق على فعل الطاعة مطلقا سواء كان ذلك قولا أو كان فعلا أما عند الفقهاء في الاصطلاح فالتطوع كل طاعة ليست بواجبة ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا يكون هذا التطوع من جنسه وذلك لأمرين الأمر الأول ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا تطوع والأمر الثاني حتى تكتمل الفرائض بهذا التطوع الذي هو من جنسها لأن الفرائض يعترها النقص والخلل فهذه التطوعات التي من جنسها تكمل هذا النقص من الأمثل على ذلك الوضوء فيه وضوء واجب وتطوع والصلاة كذلك والصدقة والصيام والحج والجهاد كل ذلك فيه واجب وفيه تطوع من جنسه وهكذا باقي الواجبات صلاة التطوع أنواع من هذه الأنواع ما يشرع له الجماعة كما سيأتي معنا في بيانة كصلاة الكسوف وصلاة الترويح ونحوها ومنها ما لا يشرع له الجماعة كالسنن الرواتب ومنها ما هو تابع للفرد أيضا ما هو تابع للفرد كالسنن الرواتب ومنها ما ليس تابع للفرد كالوتر ومنها ما هو مؤقت بوقت كالسنن الرواتب ومنها ما ليس مؤقت كصلاة الليل أو صلاة النهار أو التطوع المطلق ليس له وقت محدد ومنها ما هو مقيد بسبب مثل دخول المسجد تحية المسجد ومنها ما ليس مقيد بسبب فكل هذه يطلق عليها صلاة التطوع نأتي إلى صلاة الكسوف وهذه الصلاة آكد صلاة التطوع أو من آكد صلوات التطوع هي صلاة الكسوف وهذا على القول بأن صلاة الكسوف هي تطوع والذين ذهبوا إلى هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا وصلى هذه الصلاة وهي تختلف عن الصلاة العادية لأنها أربع ركوع وأربع سجدات في ركعتين وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة وعرضت عليه في هذه الصلاة الجنة والنار وخطب بعد هذه الصلاة خطبة بليغة عظيمة شرعا لهذه الصلاة أن يجتمع الناس إليها وأمر أن ينادي المنادي إليها بالصلاة جامعة فهذه الصلاة الكسوف صلاة تطوع وهي آكد صلاة تطوع هذا قول وهو في المذهب بن عثيمين رحمه الله يرى أن الصحيح أن صلاة الكسوف فرض وواجب إما على الأعيان وإما على الكفاية على أقل تقدير وقال أنه لا يمكن للمسلمين أن يروا هذه النذر ككسوف الشمس والقمر ثم يتركوا الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وفزع إليها وأمر بالصدقة والاستغفار فهذا الأمر يعني مهم جدا وهذه الأحوال من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها أقل تقدير أن نقول أنها فرض كفاية وليست بسنة فلا تترك وإن تركوها المسلمون أثمون أما بالنسبة لصفتها فهي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات يبدأ بالركعة الأولى فيكبر تكبير الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ صورة طويلة ثم بعد ذلك يركع ويطيل في الركوع قريبا من ما أطال في القراءة بعد الفاتحة ثم يرفع من الركوع في الصلاة العادية أنه بعد أن يرفع من الركوع ويطمئن قائما أنه يسجد أما في صلاة الكسوف والخسوف فإنه لا يسجد وإنما إذا رفع من الركوع يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها صور أو صورة طويلة أو صور لكن أدنى أو أقل من القراءة الأولى ثم بعد ذلك يركع مرة ثانية ويطيل في الركوع بمقدار قراءته للصور التي بعد الفاتحة ثم بعد ذلك يسجد وإذا قام من السجود يأتي إلى الركعة الثانية ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى هذه صفة صلاة الكسوف بشكل مختصر ثانيا صلاة الاستسقاء من صلاة تطوع صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء لم يرد الأمر بها ولكنها ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر في الاستسقاء على الصلاة فقد كان يستسقي في الخطبة في أثناء الخطبة ويستسقي وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الناس فيقولون يا رسول الله أجدبت الأرض وكذنا أنهلك من قلة الأمطار فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر فيدعو فما ينزل من منبره إلا وقد جاء المطر بأمر الله عز وجل فالاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت أرضهم وقل نزول المطر وتضرروا تتضرر بذلك بلادهم وتتضرر بهائمهم ويتضررون بقلة الماء فإنهم يخرجون إلى الصلاة ويخرجون متذللين خاشعين مستغفرين تائبين إلى الله عز وجل فصلاة الاستسقاء يخرج الناس على هيئة غير الهيئة التي يخرجون عليها في صلاة العيد فإنهم يخرجون بملابس رثة ويبين عليهم الانكسار والذل والخضوع ويحدثون توبة إلى الله عز وجل والتوبة لازمة للمسلم في كل وقت لكن في هذا حتى في صلاة الاستسقاء حتى يقبل الله سبحانه وتعالى من المسلمين دعاءهم وأيضا ربما أنهم يخرجون وهم صائمون ويخرجون بالبهائم وبالعجائز وبالأطفال فيدعون الله عز وجل وإذا علم الله عز وجل منهم صدق النية غاثهم الله عز وجل صفتها كصلاة العيد في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات ثم ولا يقول بين هذه التكبيرات شيء يرفع يديه بين كل تكبيرة وتكبيرة ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ صورة بعدها ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات ثم بعد ذلك يخطب بالناس هذه الصلاة الثانية الصلاة الثالثة هي صلاة الترويح وسيكون الحديث عنها في الدرس القادم بإذن الله